تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المغاربة المقيمين بمدريد ودواحيها تلك غاية هذه الأبواب المفتوحة التي نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد لفائدة المغاربة المقيمين في هذه الدائرة القنصلية حيث جار تقديم مساعدة للمرتفقين قصد استكمال الإجراءات الإدارية والاجتماعية والتوثيقية هذه المبادرة التي نشكره القنصل على هذه المبادرة التي نحقق الكثير من الناس الذين يغتنموا هذه الفرصة لكي يدوزوا الوثائق لهم كل واحد والدور فيه للعامل العائلية لهذه والحمد لله كل شيء مزيان نقدرون جد الوثائق لنا بالنسبة لي جدا جدا لكاخ ناسيونال والباسبور وتنشكرهم بزاف على هذا يعني كي سهلوا لنا الأمور هذه المبادرة مكنت المواطنين من استكمال مختلف الإجراءات الرسمية في أحسن الظروف المبادرة كنشكرهم عليها جزيلا شكر لأنك يقدروا يجي والناس ديال لكاخ ناسيونال تجديد جوازات الصفار ووكالات وأنا بحكم مهنة ديالي كمحامية مجموعة من الموكيلين ديالي طلقت اليوم جيد كعمل تطوعي كان ساعد الجالية أن نعطي استشارات قانونية ومثلا يعني كان الناس اللي هما موكيلين ديالي تلقص بيهم هنا يجاوي قدروا الأغراض ديالهم وتندرج هذه العمليات في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادسة الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج